يقول سلام عليكم وعليكم السلام يقول عندي وقت فراغ كيف الطريقة في قراءة الكتب النافعة أول ما تبدأ به القرآن أول ما تبدأ به القرآن ولا تجعل معه شيئا آخر اجعله ما بين حفظ وتلاوة فقط لا تجعل معه فإن انتهيت من القرآن بعدين نتواصل إن شاء الله عز وجل